اشتركوا في القناة هناك حدث جلل النهاردة سودمنا جميعا ببيان من رابطة اللاعبين المحترفين الدولية بتنصح فيه اللاعبين بعدم التوقيع مع الأندية المصرية صادمة حاجة صادمة سبع نصايح من رابطة اللاعبين لكل اللاعبين في العالم قبل التوقيع لأي نادي في مصر حاجة زعل حاجة دايق بينك وسين كده حاجة مش حلوة يعني أنا قلت ما لقيتش اللفظ المناسب والله سيحة حاجة مش حلوة حاجة عيب حاجة زعل خد بالك أنا هعرض لك كل اللي حصل دلوقتي رابطة المحترفين دولية قالت ايه رابطة الأندية المصرية قالت ايه اتحاد الكرة المصرية قال ايه هعرض لك كل شيء بس قبل ما عرض لك كل شيء هو اللي حصل ده غريب مفاجئ قال لي يعني احنا ما بنخشش في النازعات كتير ده احنا اكتر قضايا في الفيفا اعتقد جاية من الكرة المصرية اصل اللاعب ده رفع قضايا على نادي اصل النادي ده رفع قضايا على نادي تاني اصل المدرب دوت عايز مستحقاته اصل مش عارف ايه عندنا قضايا بالهبل هتيجي تقول لي اصل لقى فيه ظلم النهاردة من رابطة المحترفين الدولية داية وبيظلمونا ممكن يكون في بعض التجنية او المبالغات بس في كثير من الحاجات اللي هم اقلينها النهاردة مش هندارة مش هنتكسف او نتكسف لا نتكسف يعني اتنكسف اصلا بس مش هنجذب موضوع حقيقي للأسف يعني تعال اقول لك الحكاية الرابطة المحترفين الدولية قالت ايه النهاردة وبعد كده اقول لك اتحاد الكرة قال ايه ورابطة الاندية المصرية قالت ايه تعال نشوف اشتفن بس معايا الحكاية عاملة ازاي بس يا سيدي وجهت رابطة اللاعبين المحترفين الدولية سبع نصائح للعبين قبل التوقيع مع اي نادي في مصر بعد ارتفاع النزاعات فيما يتعلق بمسائل عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر بس يا سيدي اول حاجة اول حاجة رابطة المحترفين الدولية قالتها للعبين الراحين يوقعوا لاندية مصرية لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي اذا اخبرك انه بحاجة الى جواز سفرك لتصريح اقامة او عمل ارسل له صورة منه او احرص على حضور الاجراءات لانه تعاملت فيفا برو مع امور كانت اعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعبين على اتفاقية انهاء التعقد اتنين لا توقع عقدا فارغا بغض النظر عما يخبرك به النادي كان هناك العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا واحدا يحتوي على جميع التفاصيل ثم يطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي وبعد كده بيتم عدد ملقوها اللاحقة احتفظ بنسخة اصلية موقعة من العقل لا تسقط في هذا الفخ حيث يجب ان تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد احتفظ دائما بنسخة واحدة تحتوي على توقعاتك وتوقعات النادي ينهر بيض قبل توقيع العقل تأكد من اصلاح العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة اذا تركت العملة مفتوحة عند توقيع العقل يمكن للنادي الاستفادة من ذلك يعني تحط مثلا هو بالدولار هنخلى لك بالجنيه والحاجات اللي انتوا عارفين خمس كن حزرا للغاية عند التعامل مع الوكالاء والنادي اذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الامد مع الوكيل واصبحوا وكيلك فقط في سياق بناقشات التوظيف مع النادي في مصر فمن النادر ان يتصرفوا بالصدق في مصلحتك ويفضلون الحفاظ على العلاقة مع النادي يعني الوكيل اللي معك هيبيعك ستة تأكد من انه يمكنك طلب الانصاف قبل رابطة المحترفين حيث لا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر بالمتالبات الاسائية للنزاهة والاستقلالية ولا تضمن عدالة الاجراءات سبعة اخر حاجة كنا على علم بانها اللي هي تمتلك جميع الاندائية في مصر حساب فيفا تي ام اي اس الخاص بها وبالتالي يمكن لأي نادي طلب شهاد الانتقال الدولية عبر نادي اخر حاجة تزعل جدا هي الازمة فين الازمة ان احنا عارفين المشاكل ليه ومتكررة وكل واحد بيبص يقول لك ايه ما هو النادي الفلان هو اللي متضرر يعني لما اللعب يروح يشتكي وياخد فلوس وياخد غرامات ما هو النادي ده اللي متضرر لا يا جماعة مش النادي المتضرر احنا بقول الكلم ده من زمان سمعة كرة القدم المصرية هي اللي بتتضرر زي كده زي كده هم منذكرين هنا اسم نادي ما بقولوش مثلا ايه النادي الفلانية ده ما تعايدش معاه هو بيتكلم على الاندية المصرية بيتكلم على كرة القدم المصرية مين بقى مسؤول انا في رأيي لا هي الربطة الحالية ولا اتحاد الكرة الحالي ولا الناس اللي بتشتغل في العمل عمل الرياضي او كرة القدم في مصر في الوقت الحالي لوحدهم يعني مش بقى فيهم المسؤولية بس الامور دي مترقمة من سنوات طويلة جدا جدا